لا يجب على إيران وأي جهة معادية أن تخطئ فهم الحكمة الأمريكية وتعتبرها ضعفا لم يمنحوا حق العبث في الشرق الأوسط كما يريدون وكما قال الرئيس ترامب جيشنا أعيد بنائه أصبح جيشا حديثا وفي حالة استعداد وهو الأفضل في العالم فرضت عقوبات وأضيف المزيد في الليلة الماضية لا يمكن لإيران امتلاك أسلحة نووية أبدا ولا استخدامها ضد الولايات المتحدة والعالم وكما أوضح الرئيس هو فقط توقف عن قرار القصف في ذلك الوقت نتوقع أن يتم الإعلان عن العقوبات الجديدة يوم الاثنين ترقبوا